أكد رئيس الفرنسي مانويل ماكرون تأييده قرار السويد لانضمام إلى حلف شمال الأطلنطية وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون يدعم بشكل تام قرار السويد وذلك بعد إعلان رئيسة الوزراء السودية هذا وسبق أن رحب ماكرون بقرار مماثل اتخذته في اللندا في الثاني عشر من مايو الجاري أكد رئيس الروسي فلاديمير بوتين أن انضمام فلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلنطية النيتو لن يشكل تهديدا في ذاته لكن موسكو سترد على عمليات الانتشار العسكرية وقال بوتين خلال قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في موسكو قال إن النيتو بات أداة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بانضمام الأعضاء الجدد بما في ذلك فلندا والسويد لنيتو أود أن أذكركم أن روسيا ليس لديها إجو مشكلة مع هذين البلدين لذلك لا يوجد تهديد فوري لروسيا بانضمامها لنيتو لكن توسيع البنية التحتية العسكرية في تلك المنطقة سيستدعي ردنا بوضوح وسوف نحدد ما الذي يعتمد عليه هذا الرد على أساس التهديدات النشئة من انضمام فلندا والسويد لنيتو قال الأمين العام لمنظمة الأمن الجماعي استانيسلاف زاس إن توسع حلف شمال الأطلنطي سيقود إلى زيادة التوترات في أوروبا وبعد قمة لزعماء منظمة معاهدة الأمن الجماعي في موسكو قال زاس إن تحالف يواجه تحديات تتعلق بمزيد مما وصفه بعسكرة أوروبا الشرقية أعلنت وزارة الدفاع الروسي التوصل إلى هدنة في مجمع أزوفستال للصلب في مدينة ماريقول الساحلية لإجلاء الجرحة الأوكرانيين وقالت الوزارة إن هناك وقفا لإطلاق النار في الوقت الحالي مع فتح ممر إنساني لنقل الجنود الأوكرانيين الجرحة إلى المؤسسات الطبية في نوفا زوفستال وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الهدنة هي نتيجة لمفاوضات مع الأوكرانيين الذين تحصنوا في ممرات تحت الأرض في هذا الموقع الصناعي الضخم أعلنت السلطات الأوكرانية أن قواتها صدت هجوما للقوات الروسية وتمكنت من استعادة السيطرة على جزء من الحدود مع روسيا في منطقة خاركييف الشمالية الشرقية وقالت وزارة الدفاع إن الكتيبة 227 من لواء الدفاع الإقليمية 127 اتبع لقوات خاركييف المسلحة تمكنت من طرد الروس وتمركزت على الحدود من جهته قال حكم منطقة خاركييف إنه فخور بالجنود الأوكرانيين الذين أعادوا الشارة الحدودية موجها شكرا إلى كل من يناضلون لتحرير بلادها يبدو أن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا بدأت تأخذ منحا آخر وسط عمليات كر وفر بين الجيشين الروسي والأوكراني في مناطق الشرق والشمال أوكرانيا تستعد لمواجهة تكثيف للهجمات الروسية في منطقة دونباس في شرق البلاد التي جعلت منها موسكو أولوية في محاولة منها لتحقيق مكاسب ميدانية وأعلنت موسكو أنها دمرت قاذفتي صواريخ من طراز S-300 ونظام رادار في منطقة سومي مضيفة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 15 طائرة أوكرانية مسيرة في منطقتين دونسك ولوهانسك وفي ماريوبول في أقصى جنوب دونباس يواصل جيش الروسي القصف على مصنع آزوفستال الذي لا يزال يقاوم في هذه المدينة الساحلية الاستراتيجية بحسب رئاسة الأركان الأوكرانية لكن القوات الروسية تواجه في الشمال مقاومة شرسة من القوات الأوكرانية التي تشن هجوما مضادا في منطقة خاركيف ثاني أكبر مدن البلاد وأعلن حاكم مدينة لفيف في الغرب نجاح القوات الأوكرانية في تدمير صاروخين روسيين من نوع كروز في المدينة التي بقيت بمنأة عن المعارك منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا وتؤكد كييف أن قواتها قتلت نحو 20 ألف عسكري روسي منذ بدء المعارك في المقابل أعلنت موسكو في 25 مارس الماضي أن قواتها قتلت ما لا يقل عن 14 ألف عسكري أوكراني لكن مراقبين كثيرين يرون أن كل الرقمين مبالغ فيه أكدت وزارة الدفاع البريطانية أن بيلاروسيا نشرت قوات عمليات خاصة على طول الحدود الأوكرانية فضلا عن وحدات دفاع جوي ومدفعية وصواريخ في ميادين تدريب بغرب البلاد وأضافت وزارة الدفاع البريطانية أنه من المرجح أن يؤدي وجود القوات البيلاروسية بالقرب من الحدود إلى عرقلة القوات الأوكرانية ومنع انتشارها لدعم العمليات في منطقة دونباس أفادت صحيفة درجبيجل الألمانية بأن الحضر المفروض على النفط الروسي يهدد شرق ألمانيا بعواقب اقتصادية من ناحية أخرى خفض الاتحاد الأوروبي توقعاته لنمو منطقة اليورو خلال العام الجاري متوقعا بعد التي تضخم عند 6.1% لهذا العام مقارنة مع التوقعات السابقة عند 3.5% قالت وكالة الطاقة الدولية أن عائدات روسيا النفطية ارتفعت بنسبة 50% منذ بداية العام الحالي رغم القيود التجارية التي أعقبت العملية العسكرية في أوكرانيا في غضون ذلك استحوذت موسكو على الأصول الروسية في شركة رينون الفرنسية للسيارات فيما أكدت رينون سحابها من السوق الروسية وأكدت تنازلها عن أصولها في شركة لادا أعلن نائب وزير المالية الأوكرانية خسارة بلاده نصف حجم صدرتها من الصلب والحديد بعد فقدان مصنع الصلب في ماريوبول من جانبه اقترح البرلمان الأوكراني تعويض الخسائر الأوكرانية بعد الأزمة من خلال الأصول الروسية المصادرة